الافتقار إلى الله عز وجل شأن الأنبياء والمرسلين وشأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عايزين نمشي وراهم في مسألة الافتقار إلى الله عز وجل شوف سيدنا موسى يقول ليه فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب أنا فقير إليك يا ربي ارزقني من فضلك فلما أعلن الافتقار إلى الله عز وجل وتوسل إلى الله تعالى بذلك وفعل الخير مع ابنتي الرجل الصالح وسقى لهما هنا جاءه الخير فجاءته إحداهما تمشي على استحيا قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا وبعدين يروح فيأمن ويجد عملا ويتزوج قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك ووجد ذلك بافتقاره إلى الله عز وجل فإحنا اللي محتاج رزق يعلن فقره إلى الله عز وجل وقولوا ربي ارزقني اكفيني بحلالك عن حرامك أغنني من الفقر وأقضي عن الدين هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي محتاج مال يطلب من الله عز وجل ويعلن افتقاره إزاي أبقى محتاج ولا أسأل الله عز وجل لا ده أنا لازم أدعو والدعاء مظهر من مظاهر الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى زي سيدنا موسى ما قال كده ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير سيدنا أيوب عليه السلام يعلن افتقاره إلى الله عز وجل في شأن الصحة هذه جانب من جوانب الافتقار إلى الله عز وجل وسيدنا إبراهيم يقول وإذا مرضته فهو يشفين حدش هيجيب الشفاء إلا ربنا لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقم فربنا لما يريد الشفاء يأتي بالشفاء ولو على يد أصغر طبيب سنا يعني أو علما ربنا يوفقه أنه يكتب الخير طيب إذا لم يريد الشفاء والعياذ بالله أحيانا يبقى أمهر طبيب ويشخص الحالة غلط أو يكتب دواء غلط أو الدواء يتكتب صحة بس يصرفه يصرفه غلط أو يتكتب صحة وتصرف صحة لكن يتناول بطريقة خاطئة إلى آخر هذا أو كل ده صحة لكن الدواء لا يأتي بمفعوله بيبقى فيه مريض ومريض والاتنين نفس الحالة والاتنين بيأخذوا نفس العلاج واحد يشفى واحد لا يشفى عشان نعلن افتقارنا إلى الله عز وجل في هذا الشأن سيدنا زكريا يعلن افتقاره إلى الله تعالى في شأن الإنجاب رب لا تذرني خيرا وأنت خير الوارثين فاستجابنا له كل دول ربنا قال عنهم استجابنا له وهكذا سيدنا إبراهيم عليه السلام يعلن افتقاره إلى الله عز وجل في شأن الهداية في شأن الهداية يعني حكاية الهداية دي مش شطارة مني ولا شطارة من حضرتك إن حضرتك بتصلي أو بتسمع دلوقتي برنامج ديني أو بتسمع ذكري لله سبحانه وتعالى أو بتذكر رب العزة سبحانه وتعالى لا دي كلها هداية من الله عز وجل نحمد الله عز وجل عليها الذي خلقني فهو يهدين أنا محتاج في الهداية اهدنا الصراط المستقيم في كل ركع نقول لربنا اهدنا الصراط المستقيم يعني يا ربي ثبتنا على الصراط المستقيم ويسيدنا إبراهيم يقول في دعائه وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام سبحان الله بأنت نبي وأبو الأنبياء ويدع ربنا يا ربك فيني شر عبادة الأصنام كان بعض السلف يقول من يأمن على نفسه بعد إبراهيم إلا على طريق الهداية ويقولك لا لا دا نثابت لا لا دا تثبت ربنا ربنا يقول ولولا يقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركنوا إليهم شيئا قليلا لا دا أنا فقير إلى الله عز وجل في أنه يسبتني على الهداية فسيدنا إبراهيم يقول وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام يعني يا ربي أنت اللي حفظنا من دا وأدم علينا نعمة الحفظ من هذا أنا فقير إليك في جانب الهداية وهكذا فالعاقل هو الذي يعلن دائما افتقاره إلى الله سبحانه وتعالى الافتقار إلى الله عز وجل هذا سبب في كل خير والعلماء يقولون هو أصل من أصول الدين بعض العلماء سئل عن أصول الدين فقال الافتقار إلى الله والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الافتقار إلى الله والاقتداء برسول الله الافتقار إلى الله يخليني أصلي وصوم العبادة العبادة أصلها الخضوع لله مع المحبة لله عز وجل فقال أصول الدين أنا شايف أن أصول الدين خير قال الافتقار إلى الله واتباع النبي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم جماع المعرفة الافتقار إلى الله المعرفة الكبيرة بالله سبحانه وتعالى إن أنا أكون مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى بل قال بعضهم ثمرة الطاعات الافتقار إلى الله عز وجل لو حبيت تلخص ثمرة العبادات في كلمة إيه ثمرة بتاعت الصلاة وإيه ثمرة بتاعت الدعاء وإيه ثمرة بتاعت الخضوع لله عز وجل والافتقار إليه إعلان افتقار إلى الله سبحانه وتعالى طيب مظاهر هذا الافتقار إيه قالوا عندنا كذا مظهر مظاهر كثير العبادات كلها من مظاهر الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى أنت بتصلي لمحتاج إلى ربنا وده حق ربنا عليه بتدعى ربنا لمفتقر إلى الله عز وجل ولذلك قالوا من مظاهر الافتقار إلى الله الدعاء